أسفرت قراءة البطولة العربية للأندية التي تقام في مصر خلال فترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبلين عن وقوع الأهل في المجموعة الأولى التي تضم بجانبه كل من الوحدة الإماراتية نصر حسين داي الجزائري والفيصل الأردني في حين جاء الزمالك على رأس المجموعة الثانية التي تضم كل من النصر السعودي والفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني في حين جاء الهلال السعودي على رأس المجموعة الثالثة بجانب المريخ السوداني والترجي التونسي والنفط العراقي